اشتركوا في القناة 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 مثلاً سابقاً كانت عندك قبل وجود انترنت الاشياء كان هناك مصباح تشغيل واطفاء وكذلك مصباح كربائي نستطيع التشغيله واطفاءه بشكل طبيعي ومباشر بعد وجود انترنت الاشياء اصبح لدينا كثير من الاجهزة التي ترتبط بكونترولرز او متحكمات وهذه بدورها طبعاً تتصل ب اما تطبيقات هواتف ذكية او واجهات للمستخدمين بحيث انه اصبح لديك عشر تطبيقات وعشر بروتوكولات وعشر ازرار او عشر اجهزة للتحكم بها مع الكثير من البروتوكولات التي نستخدمها من اجل الاتصال سلكي ولا سلكي وغيرها من الامر الاخرى بحيث انه اصبحت للمسألة يعني معقدة الى حد كبير وبالاشياء الهدف الرئيسي من عنده هو جلب النظام الوردر الى الفوضى التي خلقها لنا انترنت الاشياء من خلال استخدام الممارسات الجيدة الخاصة بالويب هذه الفكرة الرئيسية من عنده يعني هو عبارة عن طبقة اضافية تضاف الى انترنت الاشياء من اجل تسهيل التعامل معه وتحويل هذه الفوضى هذه الكيوس التي تجعل الشخص يقول انا اكره حياتي اذا كان موجوداً في بيئة يقال انها ذكية توجد فيها اجهزة او الامان او الامنية واجهزة اخرى للتحكم بالمصابيح والاجهزة المنزلية واجهزة اخرى للتحكم بالهيتنج والكولنج يعني اجهزة التبريد والتدفئة وكل واحد مئتين اكو الى فهد بروتوكول معين من اجل ربطها بالكونترولر والكونترولر ايضاً لها بروتوكولات معينة من اجل ربطها بالأند يوزر من خلال تطبيقات الهواتف الذكية او الواجهات المستخدمين وغيرها من هذه الامور الاخرى هذا يعني اذا كلها كانت منفصلة عن بعضها البعض الاخر وتمت ادارتها بشكل منفصل راح تجعل الشخص يقول لانه راح يضل يستلم اشعارات وتنبيهات وامور كثيرة من عدة التطبيقات بحيث انه بدل ان تقوم بتسهيل حياته راح تحول حياته الى جحيم في حين انه كل هذه الامور اذا ربطناها بالويب راح تكون لديك واجهة واحدة يعني واجهة ويب مرتبة ممكن تسميها hotel control center اللي هو مركز التحكم بالهوتل او يعني الفندق او مركز التحكم بالبناء الذكية وكل شيء سيكون easy busy يعني كل شيء سيكون سهل جداً هذا اذا طبقنا الweb of things قمنا باضافته الى الانترنت of things هذه الفكرة بصورة عامة للتوضيح اكثر نستطيع القول بأنه انترنت الاشياء هو يغطي كل شيء في الست طبقات الاولى من الOSI model اللي هو open system interconnect اللي هنا طبقات الستة الاولى اللي هي physical layer data link layer network layer transport layer presentation وكذلك session layer هذه الطبقات الستة الاولى كلهم موجودة اضمن اهتمام الانترنت of things وبروتوكالاتهم بلوتوث زيكبي واي فاي تي سي بي اي بي اي ثرنت الهدف الرئيسي منها هو استخدام الـ embedded systems يعني الـ embedded devices الانظمة الدفينة او الجهزة الدفينة اللي هي تكون فيها عملية optimization امثلية وتكون هي lightweight يعني تستخدم موارد قليلة من ناحية استهلاك طاقة قليلة من البطارية طاقة معالجة قليلة ذاكرة قليلة عرض نطاق او موارد شبكة قليلة وكلها راح تكون هي hardwired solutions حلول نقوم بربطها بشكل مسبق يعني على شكل اسلاك يعني ربط هاردوير ويتم التحكم بكل functionality او الوظيفية الخاصة بها بشكل يعني pre-configured يعني مهيئ مسبقاً مثل ما شرحنا في الفيديوهات السابقة الخاصة بانترنت الاشياء مع اضافة الطبقة السابعة اللي هي الOSI model اللي هي الابتكيشي لير هنا راح ينضاف عندك مفهوم الويب اللي هو راح نسميه الويب الى الانترنت اوف تنكس هنا طبعا راح يكون مهتم ببروتوكولات الربط اللي هي يعني في طبقة التطبيقات HTTP, JSON, WebSockets الى اخره من HTML وغيرها من البروتوكولات الاخرى التي هدفها الرئيسي هو تسهيل البرمجة وتسريع التكامل للبيانات والخدمات وكذلك تسهيل او تبسيط بناء النماذج الاولية وتوظيف الخدمات الجديدة وكذلك الصيانة للانظمة والاجهزة الكبيرة هذا راح تكون مهم جداً من اجل تحويل الفوضى التي يخلقها وانترنت الاشياء لوحده بالطبقات الستة الاولى الى شيء منظم ومرتب وسهل جداً للادارة اذا كنا نتحدث عن انظمة وبرامج كبيرة جداً وبالتالي Web Enable All The Things الويب يجعلنا نستطيع تمكين كل شيء وربط كل شيء سوية في بيئة مرتبة ومنظمة بعيداً عن الفوضى سابقاً كان هناك الكثير من منصات الهاردوير والسوفتوير وكان الانترنت في صوره الاولية كان الهدف من عنده هو ربطها سوية لم تكن هناك رؤية واضحة لهذا الشيء This was 2007 يعني من بدل الكلام عن هذا الموضوع مثلاً في 2007 كانت المفروض انه كان هناك ربطها سوية الاردوينو والحواسيب والنقالات والويب بصورة عامة والFPGA وغير من الامور الاخرى وكذلك الـ Data Science والـ Analytics وهذه الامور كلها Yeah but not sure يعني مع ذلك الامور تطورت وتعقدت بشكل كبير جداً اليوم احنا مطلوب من عندنا الـ Internet of Things انه يدير لك Smart Factory مصانع ذكية Smart Building منازل ذكية أو بنايات ذكية Smart City يعني مدن ذكية كاملة فلم يعد يعني هذه الأدوات لم تعد كافية من أجل تحقيق الهدف المطلوب اليوم فبالتالي البحوث عن الـ Internet أو الـ Web of Things أو الـ Web الأشياء بدأت بوقت مبكر جداً يعني منذ 2011 أو قبل ذلك يعني ويعني أصبح له فالتعريف واضح ومحدد وأصبحت وظيفته وأهميته إضافة إلى Internet الأشياء أصبحت واضحة جداً بصورة عامة معمارية الـ Web of Things ستتكون من خمس طبقات الطبقة الأولى منها اللي هي هذه الأجهزة المرتبطة بالشبكات أو اللي هي Networked Things الأشياء المرتبطة بالشبكة اللي هي مثل ما ذكرنا اللي ممكن تكون الـ QR Code Near Field Communication Beacons 6 Low Pan Thread Bluetooth Zigbee إثرنت واي فاي هذي طبعاً يعني بروتوكولات الربط 3G 4G 5G إلى آخره بعد ذلك راح تجيك طبقة الـ Access Layer اللي هي تضم بروتوكولات الـ HTML الـ JSON الـ Web Sockets الـ Proxy الـ MQTT Co-App HTTP RESTful API وغيرها من الأمور الأخرى بعد ذلك راح تجيك طبقة الـ Find اللي هي طبقة إيجاد الخدمات وربطها مع بعضها البعض الأخر اللي هي RESTful Crawler Web of Things Model JSON-LD Linked Data إلى آخره Semantic Web بعد ذلك راح تجيك طبقة المشاركة اللي هي هذه الخدمات من خلال Social Networking Delegated Authentication Social Web of Things Authentication API Token إلى آخره وغيرها من الأمور الأخرى Security Encryption Public Key Encryption إلى آخره بعد ذلك راح تجيك طبقة الـ Compose اللي هي جمع وتكامل كل هذه الخدمات السابقة بما يسمى بالـ System Integration يعني اللي هو تكامل النظام Web of Things Mashup Node Red Automated User Interface Generation اللي هو التوليد الأوتوماتيكي لواجهة المستخدمين Physical Mashup Web Applications إلى آخره كل هذه الأمور الهدف الرئيسي منها هو بناء ما يسمى بالـ Web of Things فوق الـ Internet of Things من أجل تسهيل استخدامها وبناءها وتطويرها وحكذا الكلام بصورة مفصلة عن هذا الشيء موجود في كتاب هو اسمه Building the Web of Things اللي هو هذا الـ Presentation فقط لشرح أساسياته أو بصورة عامة هذا الرابط راح يكون يعني من خلال تستطيع الوصول إلى هذا الكتاب رابط تنزيل هذا الـ Presentation أيضا راح يكون إن شاء الله أسفل الفيديو طبعا يقولون بأنه يعني تغضية الكتاب في ساعتين راح يكون شيء مادنس يعني شيء جنوني مستحيل هذا الشيء ولكنه هذا الـ Presentation فقط يسلط الضوء على أهم الأشياء الموجودة في الكتاب وضروري جدا يعني دراسة هذا الكتاب والتعمق به لأنه يعني راح يشرح الفكرة بشكل مفصل يعني أكثر بكثير الـ Web of Things مثل ما ذكرناه الهدف من عنده هو تحويل I Hate My Life إلى Easy Beasy هذا الشيء ذكرناه هذه الأمور اللي كانت موجودة مثلاً يعني في أيام الـ Internet of Things واللي وحدها بعيداً الـ Web of Things راح تكون هناك الكثير من التجارب الموجودة في الكتاب ممكن أيضاً الوصول لها من خلال هذا الرابط وسيكون هناك الكثير من الـ Hands on Training يعني كيفية بناء كل هذه الأشياء من الصفر ابتداء من طبقة الفيزيكال ووصولاً إلى طبقة الـ Web الهدف الرئيسي من الـ Web of Things فقط للتذكير هو تحويل هذه الكيوس هذه الفوضى لأنه كل جهاز راح يكون أدى فدواجه خاصة به يعني يعني يعطيك فدرساء الخاصة إلى شيء مرتب تستطيع الوصول له من خلال أدة أسطر برمجية من خلال جابا سكريبت كوت وهذه كلها مشروحة في الكتاب ومفصلة ويعني إن شاء الله إذا كان هناك فالطلب على هذا الشيء ممكن في المستقبل نقوم بشرح كورس كامل عن الـ Web of Things بعد الانتهاء من كورس الـ Internet of Things الذي ننوي البدء به إن شاء الله في أقرب وقت طبعاً هذا الكتاب راح يكون فيه الكثير من الأشياء مثل ما ذكرناه هذه كلها إن شاء الله راح تكون مفصلة في هذا الـ Representation والكتاب بالنسبة للناس المهتمين بيه وكذلك في الكورسات المقبلة إن شاء الله أتمنى أنه قدرنا نجاوب على السؤال القائل ما هو الـ Web of Things ما علاقته بالـ Internet of Things وما أهميته في عالم اليوم هذا هو موضوع الفيديو وتحياته للجميع شكراً جزيلاً ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر